لعشية كله وانا كنفكر ومصيفة الاصحابي في نظاركم شن هو الكادو اللي غادي عجبها في عدمينا وما تفقش انتا فدرى دارهم صيفطين ومن معارتينا بينادي باش يجي قرانة ومليكة تصول دارهم كل قرام سيكين راهم كرب في السماء ومغرب صيبي لي الحاجة شو يديل سلو رمضان جا سلو رايب شاف هذا امر بالنسبة لواحد مسلم خلي شوف خلينا من ايتوديون بالنسبة لواحد مسلم هذا امر لا هو مستعجل ولا هو مهم اقبح منه هذا امر يأثم عليه يعني انا مش اخدم كي يكون لي في البروسيس اخدم كي يكون لي في الحسنات وكي انستالي لي واحد لازون دو كونفور ليصعب جدا انه يشكل معها قطيع الغاراق دي الاسئلة اللي كتوصل اراها القلب تعلق وبغي تلقى لي تخرجها كيفاش ندير كي اللي هناك تباليش شوية بحالة شرع الرسم وتحركة الاخر يقسمونكم بالله حيث القلب محل قابل للمحبة الى ما عمر تيج بالمحبة التي ينبغي بشكل الاولويات غيعمرب واحد لمحبة اخرى في الحالات كلها يتعلق على شدك السبع الذين يظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلى ظله قالك وذكر منهم رجل من قلبه معلق مساجد كين واحد لمحبة خاصة والقلب خاصه يتعلق ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله القلب غير يحب غير يحب يقدر يحب الآلة يقدر يحب نادم يقدر يحب هو غير يحب وغير يكون عنده وحد المحبوب هو رقم واحد وبيه غير يتعلق والله عز وجل يغار أن يرى في قلب عبده تعلقا بغيره وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لا يزيدن لكم ولئن كفرتم يعني كفران النعمة إن عذابي لشديد قال ابن القيم رحمه الله من تعلق قلبه بغير الله أكثر من تعلقه بالله عذبه الله بما تعلق به مش يجيب لك شي عذاب من شي قنت خل لا 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 هذاك اللي انت تعلقتي بي كثر من سيد ربي يعذبك به من تعلق قلبه بولده أكثر من الله الله العالم لدك الدرية يرضو لي هنا الله عز وجل مطلبش مننا من تعلقوش لا كي شي شك تحبك هذاش كله لكن والذين آمنوا أشدوا حبا لله فكان قلبنا شنا هي الأمور للا هي مهمة ولا هي مستعجلة بالنسبة لي هذه البريوريطة هذه رقم واحد تنظيف تخلية خوي هذه مش مهمة هذه حيد هذه حيد هذه حيد غيب قولك ثلاثة الليكاز ما هو مهم وما هو مستعجل هذا ما تيذير بلاستك هذا هو اللي قال لي الحسن البصري وقيل الحاتم الأصم لما سئل كيف حققت التوكل قال علمت أن رزقي لن يأخذه مني غيري فاطمأن قلبي هذه سلينة منا لكن هذا ما يعنيش أنك تعطيها النعاس أشغل من وراها قال لي وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلتوا به ما غيصلي لكتا واحد ما غيزكي لكتا واحد ما غيحج لكتا واحد ما يعتمر لكتا واحد ما يصوم لكتا واحد ما غيصدق لكتا واحد وما غيقره في بلاستكتا واحد وما غياخد ديبلوم ديكتا واحد وما غيخدم في بلاستكتا واحد وما غيجوج بلاستكتا واحد وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلتوا به ثم أكمل المقولة دياله الشهيرة إذن قد نشوف شنا هو اللي عندي مهم ومستعجل راه ما يمكنش راه من السفة مش الغباء من السفة أن الإنسان يقلس يتسائل واش نبريبطاري الامتحان اللي عندي غداولا تفرج في الكلاسيكو هذا من السفة مجرد أنك تسائل هذا السؤال هذا بمعنى القادية راه عندك مصخى شريف الداخل تحجمه مش طبع